مع حقيقة صد برضو حتكلم مع حضراتكم في موضوع تاني استوقفني في الحقيقة اليومين ثلاثة اللي فاتوا تصريحات الكابتن حازم إمام في أحد القنوات الفضائية أنا ما عنديش مشكلة أو مش ما عنديش مشكلة بالعكس الكل يعلم أن الكابتن حازم إمام واحد من أساطير كرة القدم في مصر وفي نادي زمالك هل حد بيعترض على هذا الكلام أو هل حد ممكن أو ما يعرفش هذا الكلام؟ كلنا عارفين فأنا متفق وكل متفق أن كابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يعني ايه؟ يعني ممثل لكل الأندية المصرية مش ممثل لنادي زمالك أو مش ممثل لنادي واحد كابتن بركات مش ممثل لنادي الأهلي مثلا شو ما حدش يقولك اتكلم على حق أنا بتكلم على اللي بيحصل كلنا عارفين ميقولك كابتن حازم إمام بيحب وبيعشق نادي زمالك وده أمر طبيعي ولا أحد يعيب عليه هذا الكلام حقه يفرح بفرح الزمالك ويزعل على زعل نادي الزمالك كواحد من أبنائه كل ده ما عندناش فيه مشكلة ولكن ده كابتن حزم وحضرتك في مقاعد المتفرجين لكن لما تكون مسؤول عن كرة القدم في مصر وعن الأندية المصرية فحضرتك لما تيجي تتكلم من موقع المسؤولية لازم تتكلم عن النادي الأهلي وعن نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي والترسانة وضمانهور وإنبي وأسوان وشبين وغيرهم من الأندية مش منطق إن كابتن حزم بيقول للموزيع مش محتاجة أقول إيه اللي أنا بيعمله عشان خاطب نزمالك في اتحاد الكور يعني إيه وبعدين كابتن حزم بيكمل يقولك أنا مش زي ناس بتصرح وتتصور أنا مش فهم يا كابتن حزم الحقيقة هنا نقف أنت كده بتضيع بقية حوق الأندية لصالح نادي بعنيه حضرتك بتصريحاتك اللي أنت قلتها بلسانك أنك بتعمل حاجات في اتحاد الكورة لصالح نادي الزمالك لها كابتن حازم قلنا حضرتك إيه اللي بتعمله عشان خاطر نادي الزمالك من حقينا نعرف حضرتك ممثل لكل الأندية ولا ممثل لنادي الزمالك فقط وبعدين في أسئلة بتدور في أذهان الناس هم اللي بيعملوا اللي بيعملوا كابتن حازم ده لزمالك شرعي ولا حاجة تانية أنا متأكد كابتن حازم من الناس المحترمة جدا جدا ولكن أنا الحقيقة في بعض الأوقات ما بفهمش الكلام ده والكلام ده بيتقال ليه لأن ده سؤال بيفرض نفسه هل ممكن يكون كابتن حازم مثلا بيتكتم على أمور معينة أو بيحصل حاجة معينة عشان خاطر هو كابتن حازم اللي قال مش إسلام ومش جمهور الأهل اللي قال ولكن كابتن حازم اللي قال هو يا جماعة أنا في ناس ما تعرفش أنا بعمل إيه لصالح نادي الزمالك إذا كان هناك أزمات في أي نادي فلا تحل على حساب الآخرين فيه أندية كتيرة عندها أزمات هل حضرتك ساعدت بقية هذه الأندية؟ هل حضرتك ساعدت الإسماعيلي مثلا اللي بيعاني وعنده إيقاف وقيد وأزمات وأمور ملية؟ حضرتك كابتن حازم إمام ممثل اتحاد كرة القدم كابتن باريخاط ممثل كل الأندية في اتحاد كرة القدم كابتن عامل حسين كل المجموعة اللي موجودة وحضرتك ساعدت أمبي مثلا حضرتك ساعدت أي نادي آخر عنده أزمات؟ أنا من وجهة نظري يجب أن يأخرج كابتن حازم إمام ويقول لنا عمل إيه لنادي الزمالك في اتحاد الكرة شجع اللي عايز يشجع أي حد يشجع وأنا لو رحت اتحاد الكرة معروف انتمائي للنادي وحبي للنادي الأهلي ولكن لما ببقى في اتحاد الكرة أنا بمثل كل الأندية اللي انتخابتني أو كل أعضاء الجمعية العمومية وفيين بقي أعضاء الاتحاد؟ وإيه اللي مش راضي يقوله الكابتن حازم؟ حاجة غريبة جدا يعني تصريحات غريبة جدا تخليكوا انت قاعد بتبص تشوف تستغرب